من إحباط العمل أيضا وهذا الحديث شديد في الحقيقة حديث سوبان رضي الله عنه عند ابن ماجة وعند غيره قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة استمعوا استمعي لهذا الحديث لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة ومعهم حسنات كأمثال أو كمثل حسنات كأمثال جبال تهامة بيضاء جبال تهامة جبال من أكبر جبال الحجاز فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنه يعلم أقواما من أمته أي من أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فالله سبحانه وتعالى فيجعلها الله سبحانه وتعالى هباء منصورة أي لا يتقبلها الله سبحانه وتعالى وذحبط هذا العمل فيجعلها الله عز وجل هباء منصورة هذا أمر شديد جدا فسوبان رضي الله عنه قال صفهم لنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون إلا أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها استمع معي إلى وصف هؤلاء مرة سنة إنهم إخوانكم ومن جلدتكم أي من جنسكم ليس بغرباء عنكم ومن جلدتكم وإنهم يأخذون من الليل كما تأخذون يعني يصلون قيام الليل كما تصلون أنتم قيام الليل سبحان الله لكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها إذا خلوا بما حرم الله سبحانه وتعالى فإنهم ينتهكون هذه الحرمات ويتخبطون في المعاصي فهؤلاء أحبط الله أعمالهم وانظر إلى أعمالهم أعمالهم عظيمة النبي عليه الصلاة والسلام قال كأمسار كمثل جبال تهاما بيضاء يعني عظيمة أعمال عظيمة كبيرة جدا ومع ذلك فجعلها الله هباء منثورا وهم من جلدتكم إخوانكم من جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون يصلون قيام الليل سبحان الله ما أن قيام الليل ليس فيه رياء لأنه يكون في الغالب ما بين العبد وبين الرب لكن هؤلاء ما منعتهم هذه الطاعات على أنهم إذا خلوا بما حرم الله سبحانه وتعالى انتهكوه فنعوذ بالله سبحانه وتعالى من إحباط الأعمال من إحباط الأعمال أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا ترجمة نانسي قنقر